الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية زيارة الملك في البيت في المنام للإمام العلامة محمد بن سيرين طيب الله صراح ما تنسونش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراز وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير زيارة الملك للبيت في المنام قال الإمام الجليل ابن سيرين إن زيارة الملك في المنام بشرى على قدوم الخير والسعادة للحالم وإذا كان يعاني من ضائق مالية ومشاكل في محيط العائلة تشير الرؤية إلى سداد الدين وزوال الهم بإذن الله لو رأت المتزوجة وجود ملك داخل منزلها وكان لها فتيات في عمر الزواج دل على زواجهم في القريب من رجل صاحب مقام عالي وإذا كان أبناءها في مرحلة الدراسة تلك علامة على نجاحهم ووصولهم لمنصب عالي ومستقبل مشرق لهم ومن رأى أنه يتحدث مع الحاكم أو الملك ذلك دلالة على تحقيق أمنية كان يسعى لها والخير القادم له بإذن الله أما إذا شاهدت العزباء أنها تأكل مع الملك داخل منزلها تلك رؤية محمودة وتشير إلى زواجها في القريب العاجل وإذا رأى الرجل أنه تعرض لضرب وظلم من الحاكم تلك الرؤية تحزيرية أنه يقوم بفعل الفواحش والمعاصي وعليه التوبة تشير رؤية الملك أو الحاكم للمرأة المتزوجة عن قدوم المال الوفير والأخبار الصر لها إذا كانت تعاني من المشاكل الزوجية دل ذلك على التخلص منها وقدوم الخير لها إذا كانت تلك المرأة تعمل تشير رؤية الملك في المنام أنها سوف تحصل على ترقية ومنصب مرموقة فصر الإمام النبلسي أن رؤية الملك في الحلم للمتزوجة هي بشارة على قدوم المال الكثير لها كما يدل أنها سوف يأتي لها مراس في القريب العاجل إذا كانت الحالمة تعاني من تأخير الإنجاب ترمز رؤية الملك في المنام على حملها في القريب إن شاء الله إذا كانت تعاني من الإصابة بالمرض أو التعرض لأزمات مالية في الواقع فإن رؤية الملك أو تناول الطعام معه ترمز عن الشفاء القريب والتخلص من كل الأزمات والله أعلم لكن إذا رأت المتزوجة أن الملك يعاملها بسوء أو يقوم بضربها ذلك إن ظار أنها بعيدة عن طريق الله عز وجل وعليها التوبة والرجوع إلى الطريق الصحيح إذا رأت أن الملك غاضب الرؤية تشير أنها تقوم بفعل المعاصي والأعمال الخاطئة وعليها أن تراجع نفسها إذا رأت العزباء في منامها الملك داخل غرفة نومها دل ذلك على تخلص من ظلم كانت تتعرض له كما أنها ترمز على الانتصار في حياتها العمة والنجاح إذا كانت الحالمة تعاني من الإصابة بالمرض تلك إشارة عن شفاء من هذا المرض إذا رأت أن الملك يتكلم معها وهي تشعر بالسعادة تشير الرؤية على زواجها في القريب الرعاجل من رجل زو سلطها عليها وسوف يبشرها الله بأيام كلها سعادة وفرح كما تدل رؤية الملك للعزباء التي تعاني من مشاكل وضغوطات نفسية أن الله سوف يزح حمها ويكرمها بالخير رؤية الملك للحامل تدل على أن الله سوف يكرمها بطفل ذكر بإذن الله وسوف يكون له مستقبل مشرقة إذا رأت أن الملك يعطي لها هدية غلية دل ذلك على أن الله سوف ينعم عليها بمولوده أنسى وقال مفسرون الأحلام إن رؤية الملك للحامل بشارة عن ولادة متيسرة بإذن الله وقدوم أخبار سعيدة لها إذا رأت زوجها معها في المنام ويتناولون الطعام مع الملك تلك علامة على مستقبل مشرق لزوجها وتجارة ناجحة ورزقا وفير إذا كانت تعاني من عقبات أو مشاكل زوجية تلك إشارة على التخلص منها والسعادة تشير رؤية زيارة قصر الملك على الخير والنجاح للحالم وإذا كانت فتاة عزباء تشير الرؤية على مستقبل مشرق لها وزواج ناجح بإذن الله كما أنها دلالة على التخلص من المشاكل والضغوطات النفسية التي يعاني منها الحالم والله أعلم أما إذا رأى الحالم أن القصر قد يمتلك دلالة على مصائب الحسد مصائب الحسد من الحاقدين تنسوا نشبه يا أخواننا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا ختم وردا يوميا من كتاب الله عز وجل الواحد كده يخصص له يا أخواننا كل يوم ورد من القرآن الكريم يكفي أن الصفحتين أصاد بعض يا أخواننا بيساوه بيساوه خمس تلاف حسنة ويكفي أن الجزء الواحد من كتاب الله عز وجل بيساوي مئة ألف حسنة ويكفي أن ختام القرآن الكريم كاملا بيساوي ثلاث مليون حسنة ولكن هذا في حالة واحدة فقط إذا تقبل الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين جعلني الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة وأيضا من الأشياء برضو اللي هي تنجي الإنسان من عذاب الله ترفع درجاته في الجنة المحافظة على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة ففي حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي بيحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة يعني ما فيش حاجة بتحيل بينه وبين الموت إلا يعني ما فيش حاجة بتحيل بينه بين الجنة إلا الموت فقط يعني اللي بيحيل بين اللي بيحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة اللي بيحيل بينه اللي بيمنعه يعني من دخول الجنة هو الموت فقط يعني تخيلوا يا أخوانا ما هذا الفضل وبعدين مموزاية آية الكرسي كمان اللي بيقرأها طبعا اللي بيقرأها بعد كل صلاة يبقى كده هو دخل في حكم بيقرأها صباحا ومساء ده حتى يعني لو نسي يقولها الوحدة لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح واللي يقولها مساء كذلك لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح واللي يقولها مساء لا يزال عليه حافظ من الله وهكذا يعني يعني في ملائكة مخصصة بتحرص اللي بيقرأ آية الكرسي وبعدين من الأشياء برضو اللي بتنجي الإنسان من عذاب الله عز وجل في القبر هي المحافظة على قراءة صورة الملك كل يوم ليلا عشان في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا ثلاث أحاديث كمان اللي بيحافظ على آية على صورة الملك كل يوم بالليل الله عز وجل ينجيه من عذاب القبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته